حسب تقديرات هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير فإن حالات الجرب وأمراض الجلدية تستشري في كافة السجون على وجه التحديد في سجن النقب هناك أوضاع صعبة تحذر منها المؤسسات الحقوقية وتقول بأن إسرائيل تتعمد أيضا إهمال الأسرى المرضى والحالات المرضية كسلسلة من العقوبات التي يتم فرضها على الأسرى نتحدث هنا مع سيد قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين سيد قدورة أمراض جلدية كارثية لربما حسب تقريركم كما وصفتموه ولكن لماذا هذا الإهمال؟ هل هو جزء من العقاب الذي تمارسه إدارة السجون على الأسرى؟ هو أكثر من مجرد عقاب هي حرب انتقامية بالمعنى الدقيق والشامل للموضوع ثانيا ليس المرض الجلدي مرض الجرب هو فقط ما يعاني منه الأسرى يعني كل الأسرى الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الذين تسببت الظروف عام من التنكيل والقهر والضرب والجوع والاكتظاد والاختناق وعدم توفر مواد النظافة وعدم توفر الأغطية والملابس تسببت بأمراض أخرى لكن الشيء البارز الآن أنه أكثر من 60% من العدد الإجمالي للأسرى مصابون بمرض الجرب وليس لمرضا سطحيا بل تكرحات والتهابات وارتفاع درجة حرارة يعني يظن الاحتلال أن هذا المرض تركوه يستشري على قائدة أنه لا يهدد الحياة ولكنه نتيجة لتفاعلاته بات يهدد حياة الأسرى إضافة طبعا لأمراض الأخرى المنتشرة في أوساط الأسرى اعتصام أهالي الأسرى هنا يؤكد مطالبتهم ويجدد المطالبة بضرورة الكشف عن أبنائهم خصوصا بأن الاتصالات بينهم وبين أبنائهم والزيارات أيضا مقطوعة ولا يسمح لهم منذ أكثر من عام ونيف من الدخول لزيارة أبنائهم داخل المحتقلات الإسرائيلية بمعنى أننا نتحدث عن واقع مأساوي واقع مجهول ينتظر الأسرى داخل السجون والخشية الكبرى أيضا لدى أهالي الأسرى من فقدان حياة أبنائهم دون معرفة ماذا يحدث لهم سوى أنهم يستمعون إلى تقارير تفيد بأن عمليات تنكيل وتعذيب تجري في داخل السجون من قبل إسرائيل وإدارة السجون الإسرائيلية ضيعوا شيء الغد برام الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر